الفيتامينات المطلوبة في الحمل الفيتامينات مواد طبيعية ورغم أن الجسم بيحتاج لها بكميات قليلة إلى أن لها تأثير قوي جدا على الصحة والفيتامينات رغم أنها ما بتزودش الجسم بالطاقة إلى أنها ضرورية لإطلاق الطاقة من المواد الغذائية اللي احنا بناكلها وبتختلف الكمية اللي المفروض نحصل عليها من الفيتامينات بحسب عوامل كتير زي عمرنا وزي حجم جسمنا ومستوى نشاطنا الجسدي ووضعنا الفيسيولوجي واستخدامنا للأدوية من عدمه وهكذا والحقيقة أن الحمل من الأوقات اللي بيحتاج فيها جسمك لكل أنواع الفيتامينات الحقيقة أنك لازم تحصلي على الفيتامينات من مصادرها الغذائية ده بشكل أولي غير اللي الطبيب أو الطبيبة المتابعين للحمل هينصحوك بأخذه في شكل مركبات دوائية ورغم أن في نوعين فقط من الفيتامينات بيصنعهم الجسم وهم فيتامين دال وفيتامين كي لكن برضو لازم الحصول على المزيد منهم خلال الطعام وقبل ما نستعرض مع حضراتكم الفيتامينات اللي جسمك هيكون محتاج لها خلال فترة الحمل عايزين نأكد على ثلاث نقاط أساسية النقطة الأولى هي أن احتياجك من نوع فيتامين أو أكتر ممكن يختلف عن الجرعات اللي هنذكرها وده حسب رؤية طبيبك المتابع للحمل النقطة التانية يعني النقطة الأولانية اللي أنا هقوله ده مجرد حاجة استرشادية لكن الطبيب أو الطبيبة اللي بيتابعوا الحمل مع حضرتك ممكن يكون لهم رأي آخر بالنسبة للجرعات النقطة التانية هي أن الجرعات اللي هتعرفيها مننا دلوقتي هي الجرعات المطلوبة وقت الحمل وهتختلف عن حالات أخرى زي الرضاعة مثلا أما النقطة التالتة فهي أننا اخترنا في المصادر الغذائية لكل فيتامين أنواع الغذاء الملائم للحمل يعني اللي ينفع الزوجة الحامل تكله وعشان كده هتلاقوا في بعض الفيتامينات أننا ما تكلمناش عن مصادر غذائية معينة وقتها تعرفوا أن أنواع الأطعمة الغير مذكورة دي هي غير ملائمة لفترة الحمل الفيتامينات بشكل عام مجمعتين الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ودي للجسم بيحتفظ بيها الفترات طويلة وهي فيتامينات A وD وE وK وأما المجموعة التانية فهي الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ودي الجسم ما بيحتفظش بيها الفترات طويلة لأنها بتخرج مع البول علشان كده لازم إمداد الجسم بيها بشكل دائم وهنبتدي معاكم دلوقتي بالمجموعة الأولى وهم الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون هنبتدي بفيتامين A فيتامين A أو فيتامين ألف له صورتين بناء على مصادره الصورة الأولى بيكون فيها اسمه ريتينايد وده هتحصلي عليه من خلال المصادر الحيوانية في الغذاء زي إيه؟ زي الكبدة والكلاوي والزبدة والبيض والحليب ومشتقاته بالمناسبة الكبدة مفيدة جدا في الحمل لكن مش لازم نكلها أكتر من مرة واحدة في الأسبوع خلوا بالكم المعلومة دي أما الصورة التانية لفيتامين ألف أو فيتامين A فهي بتكون في صورة ما يعرف بالبيتا كاروتين وده مصادرها المأكلات النباتية الأولاني كالمأكلات الحيوانية مأكلات النباتية زي إيه بقى؟ زي الجزر والطماطم والمشمش والسبانخ والجرجير والأرنبيت والبروكلي والفلفل الرومي الجرعة اليومية اللي الجسم بيحتاجها من فيتامين A أثناء الحمل هي حوالي 700 مايكرو جرام وأهمية فيتامين ألف أنه أساسا بيساعد على الحمل يعني هو مبدئيا بيساعد على حدوث الحمل كمان مهم جدا لصحة البشرة والشعر والعيون وبينشط جهاز المناعة في الجسم وبيحافظ كمان على بقاء الأخشية المخاطية في حالة صحية ممتازة الفيتامين الثاني في مجموعة الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون هو فيتامين دال أو فيتامين D الفيتامين D ده المطلوب منه في الحمل جرعات صغيرة بتبع حوالي 10 مايكرو جرام بس وده بنحصل عليه الفيتامين دال على فكرة من الفيتامينات اللي الجسم بيصنعها إزاي؟ من خلال التعرض الصحي لأشعة الشمس يعني الجسم موجود في جسمنا فيتامين دال ولكنه في صورة غير نشيطة بيتحول إلى الصورة النشيطة لما نتعرض لأشعة الشمس في الأوقات الآمنة أهمية فيتامين دال أنه فيتامين ضروري علشان الجسم يمتص الكالسيوم ويمتص الفوسفور وبالتالي هو له دور مباشر في الحفاظ على صحة العزام والأسنان أهم مصادر فيتامين دال أو فيتامين دي هي أسماك السلمون والسردين والتونة أنا هنا بتكلم عن السمك مش التونة المعلبة مش التونة المصنعة بس برضو بالنسبة للتونة المفروض أن احنا ما نكثرش منها أو ما نكترش منها لأن التونة بتحتوي على الزئبق ومش لازم أنها تتاكل كتير في أوقات الحمل أنا بكرر أنا هنا بقصد سمك التونة اللي هو الفرش أو اللي هو بيتجاب ويتم إعداده زي السمك العادي ما بكلمش عن التونة المعدة سلفا في عبوات جهسة كمان فيتامين دال موجود في الجنبري والحليب والزبدة وصفار البيت الفيتامين اللي بعد كده هو فيتامين إي والاحتياج اليومي منه خلال الحمل هو 3 ميلي جرام وده فيتامين إي ده بيعتبر أهم معامل من مضادات الأكسادة على وجه الأرض دي وبالتالي هو بيحافظ على صحة الجلد والأعصاب وخلايا كرات الدم الحمرة وبيحمي أخشية خلايا الجسم وبيحمي القلب والأوعية الدموية لأنه زي ما قلنا أي حاجة مضادة للأكسادة بتحمي القلب أهم مصادر فيتامين إي الغذائية طبعا هي الزيوت النباتية زي زيت جنين الأمح، زيت عباد الشمس، زيت الزتون، زيت الفول السوداني فيتامين إي كمان موجود في اللوز والبندق والفول السوداني والبيض والحبوب والخضروات الخضرة زي إيه؟ زي الجرجير والخص والسبانخ والبروكلي والسلء وهكذا أما آخر فيتامين في المجموعة دي اللي هي مجموعة الفيتامينات التي تذوب في الدهون هو فيتامين كي وده زي ما قلنا في الأول بيتصنع برضو في الجسم وبالتحديد في الكبد لكن في ضرورة لإمداد الجسم منه دايما والجرعة المطلوبة من خلال الحمل بتكون مايكرو جرام واحد لكل كيلو جرام من الوزن أنا مش عايزكوا تركزوا قوي في الاحتياجات أنا عايزكوا تركزوا في المصادر لإن إحنا اتفقنا قبل كده لو تفتكروا لما عملنا حلقات فيتامينات والمعادن للأطفال والكبار قلنا إن إحنا لما بناها كل المواد الغذائية بشكل متوازن فإحنا بالتالي بنحصل على اللي إحنا عايزينه حكاية بقى اللي هو المايكرو جرام والميلي جرام دي مش هتفرق معنا في حاجة خلاص المهم إن إحنا ناكل باعتدال والمصادر الطبيعية من الفيتامينات والمعادن طبعا الوظيفة الرئيسية لفيتامين ك هي تجلط الدم وإيقاف النزيف أهم مصادره إيه بقى؟ الخضروات الخضرة لسا أيلنها زي إيه؟ لسا أيلنها فيتامين إيه؟ زي الجرجير والخص والسبانخ والكرومب والبروكلي والسلق موجود كمان في اللبن الحليب موجود في الكبدة وموجود في الزيوت النباتية وموجود في الشوفان دي كانت المجموعة الأولى من مجموعة الفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها بشكل عام وإحنا قلنا احتياجها بشكل خاص خلال الحمل هي مجموعة الفيتامينات التي تذوب في الدهون